بناسبة الإعتراف الستة العائبة اللي أحرزه أهداف أو أهداف منتخب مصر هم لعابين محترفين إذا سيدت من أداء كومّة اللعب المحترف الستة هداف التي ن graspedها هم من ستة لعب اللي أحرز أو سهمه Golden in Success و هدف كلها كانت لعب اللعب محترفة أعلى يمكن جهش كومّة اللعب المحترف فيعلي كانت مؤثر بشكل كبير جدا وانا شوفنا تأثير غياب محمد صلاح عن ليفربول قد ايه بيكون مؤثر بشكل كبير لما صلاح ما بيكونش موجود احنا عندنا لعيبة بتأثر في الاندية اللي هم موجودين فيها مرموش مع انتراخت فرانكفورت عامل موسم رائع كما المواسم بيبالعب فيها مرموش الفترة دي خلانا نقول ان الشغل على منتا اعتقد جاي سمعنا ان هو جاي في عردين عارض من ارسنل وعارض من توتنهام يمكن عارض ارسنل هو العارض الاكتر جدية شوية لعمر برموش من توتنهام من توتنهام ومن ارسنل يعني اعظي العارض ارسنل اقوى الاكتر جدية بصدبت هما اللي داخلين اكتر جدية يمكن اه كان في بعض المراسلات بين ادارة الناديين عن سعر اللاعب وانا ممكن يتعقد مع اللاعب امتى لكن لسه لم يتم التوصل يعني لديل بين الفريدين هو معروض للبيع بسعر ايه تقريبا الافريد او قيمته السوقية السوقية دلوقتي كانت هي قيمته السوقية طبعا اختلفت كتير جدا بعد بطولة افريقيا بعد الاداء اللي قدامها على منتخب مصر لكن لسه لم يتوصلوا لقيمة حالية وعمر مرموش يكون موجود في الدورة اوه كده كده من نسبة كبيرة ان شاء الله يكون موجود في الدورة الانجليزية الفترة القادمة هو كم سنة مرموش؟ مرموش 24 24 سنة 24 سنة ودي اللي احنا كنا بنتكلم عليه برضو احنا تحس ان كل شوية احنا بنتجرر المنتخب مصر كل شوية نتكلم عن البطولة تلاقي نفسك للأسف احنا خسرنا نفسنا واحدة من أسهل بطولة يعني بطولة افريقيا خسرنا نفسنا البطولة دي انت عندك كل مراكز القوة انت طريقك كان ممهد بالورود زي بيقوله انت بتلاعب الكونغو بعد كده هتبدأ تلاعب غينيا اه عندك غينيا السنغال مش موجودة مغرب مش موجودة غانا مش موجودة كل مراكز القوة اللي في افريقيا مش موجودة ما عندكش غير ناجيريا يعني انا معجب جدا بقدام منتخب ناجيريا في البطولة حتى الان ولكن خلالنا نتكلم منتخب مصر يمكن نكون منتكلم قبل البطولة هو تاني اعلى معدل اعمار في البطولة طيب انت منين بتعد فريق ان هو مفهول يكون مكمل معك في 2026 وانت تاني اعلى معدل اعمار بمعدل اعمار 29 سنة ونص لمتخب مصر والله هو تم تقديم روي فيتوريا اول ما جيه باعلان كده كلنا تابعناها وكلنا شفناها وكلنا الحمد لله يعني كنا استبشرنا خير المدرب المشروع فاحنا قلنا مدام في حاجة اسمها مدرب المشروع هنجيب لعبها يا شباب يبقى الناس دي فهمة وعارفة بتعمل ايه واكيد زي ما انت بيت اكيد هيجيبه مدام هو مدرب المشروع وانا انا اعرف ان حاجة اسمها يعني لما يتذكر كلمة المشروع يعني معنا ذلك احنا شونا نبص اللي تحرق لينا متكلم على خمس عشر سنين صح وانا انا فاهم وانا فاهم غلط لا عشرين ستة وعشرين هتلاقي فيه بعض اللاعبين مش موجودين محمد صلاح يقول ان محمد صلاح دلوقتي اكتر من تلاتين سنة واحد تلاتين او اثنين تلاتين سنة ترزيجي نفس الكلام انت اللي عندك هيكمله تقريبا معاك عشرين ستة وعشرين مصطفى محمد عمر مرموش احمد فتوح امام عشور هم دول هيكمله معاك محمد عبد المنع لكن عندك اكتر من نص قوام المنتخب يعني من تلاتين او اكتر مش هيكمله معاك عشرين ستة وعشرين لو كنا نتكلم على جنوب افريقيا برضو انا وفادي قبل الهواء هم محليا بيعيدوا استنساخ نسخة منتخب مصر 2008 هو احنا قلنا نتكلم هو منتخب سانداونز هم منتخب سانداونز هم اكثر من 8 او 9 لعيبة من منتخب جنوب افريقيا لعيبة سانداونز ومش عيب خالص انك تعتمد على لعيبة محليين منتخب جنوب افريقيا واحد من احسن الفرق دوقتي اللي بتلعب كورا يمكن جنوب افريقيا من الفرق برضو اللي ما كانش لها اسم كبير في افريقيا اخذ وكان او بتورة افريقيا 96 بعد كده كان وصيف 98 لمنتخب مصر حتى 2010 في بتورة كسر العالم اللي كانت منظمة جنوب افريقيا ما قدوش بالشكل الامثل لكن هم حاليا عندهم مشروع احنا مشكلتنا ان احنا ما عندناش مشروع